رح نتابع محطاتنا وحلقة سينما هلأ مع ديوفي بحلقة سينما لليوم معي مؤسس كتير كتير عزيزي على قلبي واللي هي منتور ارابيا ومعي صديق عزيز وايضا شخص كل سنة بعد سنة منتابع كل الأنشطة اللي بتصير بمنتور ارابيا وهو رئيس التنمية والموارد البشرية بمنتور ارابيا بشارة الغاوي وايضا اليوم معي طالبي بجامعة الانديو اللي فيزت السنة الماضية بالمرتبة الثالثة بمسابقة الأفلام القصيرة اللي قامت فيها منتور ارابيا للبر الأولى هذيك السنة بشارة وجوي صباح الخير واهلا وسهلا فيكم معنا اليوم بستوديو عالم صباح وينعاد عليكم ان شاء الله لهالشهر الفضيل رح ابدأ معك بشارة بالأول قبل ما ابدأ معك جوي ونحكي عن فيلمك لحتى نحكي كيف بلشت هذيك السنة المسابقة او قديش اتطورت هالسنة كمان لانه فعلا عم نشوف الشباب حابين يحكوا عن قضايا بتخصن قلن لما بيشوفوا قديش فيه سلوكيات خطيرة وقديش فيه مشاكل بالمجتمع وهن بيشوفوها بطريقتهم غير حيالة شخص تاني بيشوفها مضبوط هي الفكرة مثل ما قلت غيدة بلشت سنة الماضية تقريبا من سنة على الآن عملنا الاطلاق بلبنان وعملنا كمان اطلاق مؤتمرات صحفية بالأردن وبمصر واكيد على السوشال ميديا الفكرة بلشت بكل بساطة انه نحنا كنا قاعدين عم نفكر انه مانا نعمل تي في سي او اعلان ترويجي لمؤسسة منتر واعلان توعوي افكار ومباحثات بعدين اقلنا طيب ما نحنا عم نتوجه للشباب وهو دي الشباب هن عندهم الاشي اللي بدون يقولوا اكتر منا نحنا فليش ما منشوف هن شو بدون يقولوا بطريقتهم بافكارهم بكلماتهم حتى وكانت هيد الفكرة بكل بساطة صراحة كنا خيفاني لانه هيدا منه المجال الاساسي تبعنا نعم بس بدعم اشخاص مختصين بالمجال بدعمك كمان الكبير والمستمر والدايم الحمد لله بدعم كل جنة التحكيم سنة الماضي قدرنا انه يجي اكتر من 100 مشاركة من 12 دولة عربية وكمان حكينا مع الجامعات لانه احنا عارفين انه الجامعات هي البلاتفورم او المنصة اللي ممكن نقدر نوصل من خلالها لهيد الفئة العمرية لانه كانت الفئة العمرية سنة الماضي 18 ل30 واطلقنا المسابقة وعن جد كان عنا متفاجئين بنجاحة للدورة الاولى وهذا الشي كان بشهادة كل اللي شاركوا وكل اللي حتى حضروا حفل الختام بالاردن سنة الماضي وكل الشركة لان كمان احنا معملناها لوحدنا تكون كتير اعطي كل حدا حقه بكل بلد كان عنا شريك وطني هو روج لهيد المسابقة لانه امن باهميتها والافلام اللي اللي اجت كمان كانت مواضيعا متنوعة فحسينا انه الشباب والله عندهم كتير اشي يحكوه والسن ان الله راد كمان رح يكون عندهم اشي اكتر واكتر يحكوه انا اليوم هلأ بدي استغل كمان وجود جوي لحتى نحكي عن المشارك اللي صارت هديك السنة يعني انت طالبة اعلام وطالبة افلام كمان بجامعة الاندي يو وكمان يعني ضمن اطار دراستيك وايضا كمان حبك لحتى تقدر اتخذ فرصة وتشاركي بهيك مسابقة كيف اشتغلتي على الفيلم لانه كان الموضوع اللي الترقطيره كان كتير حلو لانه بيحكي عن طفل عنده احتياجات خاصة ومشاكل وهذا الشي اللي لفت فعلا كل لجنة التحكيم اللي كانت السنة الماضية مشاركي وافستي بالبرتبة الثالثة وقتها هديك السنة هو فيلمي بيحكي عن سوشيال ميديا والبنت اللي عبتجرب انه توصل لمطرح حسب السوشيال ميديا شو عبتفرد علي هلا هو شراكة اواشي من وراء الاندي و هننقلوا لانه فيه وليزم تحكي عن السلوكيات السيئة وكل هول اساس وطعت بهالفكرة لانه كنا مجتمعين انا ورفقاتي وقالوا انه عرفتوا عن هيدا يلي لانه ما قادر يوصل لها الامج اللي سوشيال ميديا بتعطيها انتحر انا انه شو كيفيان انتحر واجتمعنا نحنا ككرو يعني الواقع شفتي يعني حسيت انه خلاص بديك تحكي انه لازم احكي عن هالموضوع خاصة انه هيدا من السلوكيات السيئة الجديدة يعني مش شي بولينغ او شي انه مش شي قديم شي جديد وبعد ما نحكي فيه فجمعت من اعز اصحابي وعملنا كرو وقدرنا النفذ يلي نفسته الفين كان طوله طوله تقريبا شي ثلاثة دقاي مزبوط تقريبا قديش وقت اشتغلت عليه لهالفين ثلاثة ايام ثلاثة ايام ثلاثة ايام مزبوط ومن بعدها كمان البوست تردكشن قديش اخذتك يعني ككل يمكن اخذ شي اسبوع اسبوعين يعني لا يخلص كله لا يبلش يتنفذ ويرجع ينعمل ادتينج وساوند وكل شي وكل هدول القصص طب كمان هون جوي يعني المشاركة من بعدها لما وصلت للمرحلة النهائية ومن بعدها فست بالمرتبة الثالثة قديش هيدا شي كمان عطاكي حافظ وحسيتي انه انت فعلا عندك مستقبل قدامك وانه تقدر تشتغلي بهالمجال لانه دايما منقول المخرج مش بس بيطبح يعمل فيلم طويل الفيلم الاصير هو كتير اساسي كمان وهو اول بلاتفورم يشتغل عليها نزبوط وهيدا شي كتير حلو خاصة انه منطق ارابي يعطوني هالفرصة يعني وكان اصلا كان كله انه تجربة كتير حلوة انه تعرفت كمان عالم من غير البلاد وشفت هنين شو عملو انه فيها الكولتشر اللي بنتعرف ع بعض وانه كان تجربة كتير حلوة خلينا نشوف بعض المشاهد من الفيلم ومنرجع ليهو ايديل ماريا خولي هاي جايز يلا نشاطة حيوية بدنا بلقد ومنها في ماليو اه دعي عايز جايز جربت جوز جديد اسمه ايكو جوز هلا بتتوحه عمتبخك ومتبرشه خيار باندورة شوكولاد بطيخ كبز يبصودا شوي فئه ركبي وشميز بل金ش كلاشي كتيه بالشغل متنسي اعيق مابتعرف اي ما تب used Ониوم Walidea missionary وال crazy مرحبا 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 أعجن الناس في العلقات أعمال حالة محاول حادة حاجة حاجة مرايا وحاجة حاجة حاجة لا يسأل خفو لا يسأل خفو أعجن أنه يحب مريا خوري مريا خوري ما تستغف بحالك بس نجاحك هو زواجك إذا قريب العاية الـ marriage age تبعيك تعف كتير من يحشو لازم تعملي ما تنسي المرة المثالية بتبين على الـ 28 مريا خوري هاي بيوتيز أكيد كن أسمانه علم محداد أقل من أله مريا خوري بالتبع لسرحة جيليان حبيبيرسدي يا عمان نتجين من فكرة؟ كنت تفعله؟ تقصدت جيدا جمعة جمعة فاسة شابات اسمiggles يعانق الفيت سهر مجال الله بنسى لا تسألت時間 مع نافاً لن تسكن الوقت مع المجتمع لا تسكن الوقت مع بكل أظن هون إنتي حسيت أنه عم تسميه كمان إنه حصل الواحد بيفكر إنه الإيدي تبعيته هي إنه واحد يكون مثالي ويكون هو بس بينطبئ على صورة مجتمع هو رسمه مش على صورة حاله وهذا اللي فعلا حسيته أنه إنتي شفتي أصحابك يعني حواليك يعني يمكن في منهم عايشين هالقصة يمكن في منهم لأ بشوفوها بس قديش حسيته أنه ممكن هيك فيلم يوصل رسالة لحتى انت كمان تحسي من بعدها هاي رسالة وصلت من بعدها بيكفي بغير مواضيع انه انا قلت انه انا عاوز هوبينج يعني كنت بأمل انه يوصل رسالتي وخاصة انه نحن عايشين بمجتمع هلأ الفلونسور كتير اخدين ضجة وفي عالم انه عب يجربوا يعملوا مثلهم وهيدا هي الصورة المثالية فكن بأمل انه يوصل وهلا انه وصلت افكر يوصل غير شي ان شاء الله نعمل شي جديد وكمان يكون عنده مساج كمان هيك اول والهلا عندي كمان فيلم التخرج كمان ما هيك بالأديو بلاشت اشتغليله كمان لانه دايما انا موكبة اصلا كمان مسابقة الافلام اللي بتصير كمان بالأديو ودايما انا سعيدي اصلا بمشاركتي معهم بالنسبة لجنة التحكيم وحتى بالنسبة للتغطية الاعلامية بشارة بالنسبة لموضوع هلأ هالفستيفال يعني بلاشتوا باطلاق وقت مؤتمر صحفي ببيروت ايضا هلأ بالاردن ومصر لانه في لجنة التحكيم شاملة من معظم الدول العربية مين لجنة التحكيم السنة راح تكون كمان هلأ نحنا كمان استحدثنا غير لجنة التحكيم لجنة استشارية للمسابقة هيدا السنة بتضم اكاديميين واختصاصيين من الجامعات اللي بواجه لهم الشكر مستر سامل حود من الاندي يو من البلماند شريف عبد النور ومن الجامعة الامريكية بدوبايس وفي بوتروس كمان المخرجة فلجنة التحكيم السنة تعرف بكل المهرجانات كل سنة بيصير في تنوية تقدر تجيبه كمان من خبرات تانية فالسنة الاعداء الجدد اللي انضموا بالاضافة للاعداء سنة الماضي في من مهرجان مناكلة الافلام برنادات شرام هي من المملكة المتحدة في من مهرجان كارتاج السينمائي السيدة لميا كيكا وفي مخرجان اميراتيين كمان من مهرجان دبي السينمائي وكمان فازوا باكتر من مهرجان استاذ عبدالله الكعبي واستاذ عبدالله حسن احمد واكيد لجنة سنة الماضي كمان مستمرة معنا حضرتك الفنانين اللي كريم ميلاد ابي راعد عصام يوسف قيس الشيخ نجيب احمد الخطيب شاكر خزعل عهد كامل امين دورا ماريان خوري يعني متل ما شفتي من لبنان من مصر من تونس من الاردن من الامارات من السعودية من سوريا ومن انجليترا صديقابي وصنة من انجليترا فهذا اللي بدي اقوله للي بدون يقدموا افلامهم في السنة زدنا شارط اساسي سنت الماضي كان شارط اختياري انه يكون في ترجمة سبتايتلز فهي موجودة بالشروط بس عم تجينا هلأ بعد الافلام منا سبتايتلز هلأ ممكن اذا ترشحوا للاخر ممكن نطلب منه ان يرجعوا يعملوا سبتايتلز فالافضل يبلشوا من الاول من الاول مترجمة ولحديث هلأ مثل ما ذاكرت ان احنا عملنا المؤتمر الصحافي بالاردن وهلأ رح نعمل مؤتمر الصحافي بمصر يوم 4 حزيران واردي من بعد حتى بتعرف هلأ الانلاين والسوشيل ميديا كمان من وراء الصوفت لان ما فينا نعمل مؤتمرات يا رات نقدر نروح كل يوم على كل بلد نعمل مؤتمر صحافي ونكون موجودين شخصيا لحديث هلأ في عدد الاشتراكات اشتراكات سنة الماضي وبعد فيه لأوغست يعني لآتر شهر أغسطس فهيدا الشي بيبشر بالخير وبيبشر بنجاح الدورة التانية وخاصة انه السنة كمان زدنا عدد الشركة وهيدا الشي كمان كتير كتير بيساعد طب كبين اذا ما نقللهم للاشخاص اللي بعدهم ما بعتوا كيف بدهم يبعتوا بعد أفلامهم شي كتير هاين بيفوتوا على الموقع الالكتروني mentorarabia.org slash smc وفيه قسيمة الاشتراك فيهون يعملولها داونلود ويبعتواها بالإيميل موجود در الإيميل وفيه كمان لينك حتى اذا ما بدهم يعملوا داونلود جوجل جوجل document يعني بس بيعبوا بيعملوا submit وبتوصل لعدنا يعني وحتى اذا في عندهم اي سؤال فيهم على كل وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام تويتر وفيسبوك mentorarabia كلمة واحدة فيهم يسألونا ونحن بنبعتهم اللينك يعني دغر منجاوي ورقم التلافون كمان 01340467 يعني فيهم يوصى بتعرف هلأ صارت سهل صارت سهل الواحد يقدر يستفسر ويعرف فحيالة وسيلة التواصل نحن بنجاوي عليهم اكيد وهون كمان بديقول يعني عدد مثل ما قلت الطلبات يعني الافلام راح يكون كمان عددهم كتير كبير يعني ان شاء الله بخلال يعني بعدين كليش نتحكين بعدين حتى ينحضر أكيد أكيد فيه أعداد كبيري وهذا الشيء نحن سعيدين فيه لأنه فعلا عم نحكي عم بوصلوا رسالة بفترة قصيرة لحتى يحكوا عن هالموضوع لأنه للأسف عم نشوف كتير أنه الشباب اللي بيكون دم ونحامي لازم يشوفوا يعني من منظرهم من منظر حدا تاني قدهم مضبوط والسنة حابين نحنا يكون التوجه إيجابي يعني قد ما فينا يعني عم نطلب من يكون المعايير بعدها متل سنة الماضي هي أربع معايير الفكرة الإبداع التقنيات والانتباع العام بس أنه مش ضرور الواحد يصور بيك أجدد كاميرا يعني في سنة الماضي فيه أشياء مصورة بموبايل ووصلت للمراتب النهائية بس حابين نعطي توجه إيجابي أنه أنتوا كيف فيكم تعيشوا حياتكم وتكونوا رال ماضي لأكرامكم الشباب فمتوقعين عن جد اشتراكات جيدة جدا وسمة الماضي حسينا أنه العاطفة كتير لعب الدور كتير أساشة بكل الأفلام كيفية التعامل مع المشاعر كيفية التعامل مع الغضب مع الفرح مع النجاح مع الفشل كان من المواضيع اللي اضطر أولى كتير الشباب أكيد خاصة وأنه الفيلم الربح الجايزة الأولى كان وقته هي من اللي بيحكي عن وقته عن تصفر عنده احتياجات خاصة من الجزائر كان المخرج وأيضا الجائزة التانية كانت لمخرجين من مصر والأستروكس أكيد هذا الشيء نحن ما نقللي كمان بآخر يعني سؤال لإلكت جوي يعني شو عم بتحضري هلأ فيلم بالجامعة كمان إلو علاقة بهيك مواضيع يعني إلو علاقة بموضوع أشياء منشوفة بالمجتمع من الشباب ما إلو علاقة إلو علاقة إلو إنه عم بفكر أعمل شي شوي شخصي شوي إلو علاقة بشي فترة من حياتي أنا مرأت فيها وإنه أكيد شي كتير سوشيل كتير اجتماعي وبس كان بدي أقول إنه أنا بشجعة لكل يعني وخاصة التلميذ الجامعة لأنه فيهم يفوزوا قصص كتير حلوة وإنه التجربة واحدة إنه قدروا يعملوا فين موحدون قبل ما يتخلجوا هي شغلة كتير حلوة أكيد وهيدا الشي اللي أنا كمان كتحب أستغل وجودك فيه لحتى تتوجه يعني الكلام لشباب مثلك من عمرك صبايا وشباب لحتى يشوفوا ويشوفوا التجربة اللي أنت أشتاها كمان السن الماضية وإنت السنة خلاص قررت تترك المجال للآخرين لأنه واحد بالنهية يعني هلأ أورادي غادسة بمشروع التخرج بس كمان حلو الواحد بعدين نرجع نشوفك إن شاء الله بأفلام مستقلة لإليك لأفلام تانية أصيرة طويلة كل التوفيق إن شاء الله لإليك جوي أكيد وأهلا وسهلا فيك وألقى وبروك مرة تانية كمان وأكيد بشارة نحنا دايما سعدة بوجودك معنا وأنا دايما سعيدة بالمشاركات اللي بكون فيها كمان أنا أبتنون بره لازم تعملولي فقرة خلوة فقر أسابتك والله ياريت أنا أبلين أنا أبليني أكيد شكرا كتير لإليك أكيد وكل التوفيق لها المسابقة الجديدة أيضا وغيرا كل نشاطات منتور إرابيا اللي بتصير على مدار السنة واللي هي تنضوي تحت إطار مؤسسة منتور العالمية اللي هي تحت رعاية الملكة سيلفيا بقى أكيد يعطيكم ألف عافية دايما 24 على 24 نشاط مستمر به هالمواضيع اللي هي بتهم كل شخص بالمجتمع لأنه شبابنا هني مسكين مستقبل بكرة شكرا كتير لإلك بشارة أهلا وسهلا وجوي كمان رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع الشاف حسين خليكن معنا شكرا